وللمزيد حول فشل الحكومة في العراق في حل أزمة السكن ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من عمان المهندس المتخصص في العمارة والآثار السيد حيدر الحمداني مرحبا بك معنا أهلا وسهلا بكم سيد وعزاني مشاهدي مرحبا بكم سيد حيدر بحسب وزير الإعمار الحالي قال إن العراق بحاجة إلى ثلاثة ونصف مليون وحدة سكنية لمواجهة أزمة السكن ورغم المبادرات المتكررة كما تعرفون من الحكومة لحل هذه الأزمة لم يلمس المواطنون أثرا واضحا لتلك المبادرات منذ الاحتلال حتى عبر الحكومات المتعاقبة إلى اليوم لماذا برأيكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم من عشرين سنة عندما بدأ الاحتلال وجدت حكومات المتعاقبة التي هي من بعد الاحتلال طبعا السبب واضح جدا هو السبب الفساد الفساد الإداري الذي عانى من عند الشعب العراقي في أهم قطاع من قطاعات الحياة التي تهمني هو الإثقات مع وجود 12 مليون مثلما في بغداد وأكيد باقي المحافظات تدارت بها الكثابة الشكانية ومع الإهمار الحكومي المتعمد الذي جرى على مدى السنين يعني هو مسبقا العراق أصلا عانى من خلال عشرات السنين الماضية من إهمال هذا القطاع بسبب الحروب وبسبب النزاعات وبسبب المشاكل التي مرت بها العراق ولما تأمننا خير بوجود تغيير في النظام قبل عشرين سنة لأنه للأسف الحكومات التي تعاقبت لم يجد الشعب العراقي أي حكومة اهتمت في هذا القطاع الحيوي جدا والذي أثروا بشكل سلبي على جميع مرافق الحياة فيه يعني عزوف الشباب عن الزواج مثلا سبب عدم وجود السكن كبار السن عندما يكبرون وفي بيوت غير مؤهلة أنه يعني تساعدهم في حياتهم وطعوبة الحياة توقفت حياتهم وتأملاتهم من المستقبل وطموحاتهم كنت توقفت بسبب عدم الاهتمام بهذا القطاع الحيوي والمهم من يمث الحياة الإنسانية بشكل مباشر نعم وبعدين يعني هل أنه العراق لا توجد فيها أموال لا العراق يعني يصدر النقطة وتدفل مليارات شهريا أين تدفل هذه المليارات لماذا لا يحتل هذا القطاع المهم جدا في منقطاعات الحياة بالنسبة للمواطن العراقي لماذا لا نجد هذا الاهتمام لماذا لماذا برأيك لا يجد هذا الاهتمام سيد حيدر هذا بسبب الفساد الإداد الفساد الحكومات المتعاقبة وكل حكومة تلقي باللائمة على الحكومة التي قبلها وبآخر الأمر المواطن قد أفلت من أبسط حقوقها وهو أنه تهتم الدولة فيه تهتم فيه في قطاع الإسكان تهتم فيه حياة وتهتم فيه حياة يعني حرة وحياة يعني آمنة وحياة جيدة يعني الآن في الدول المتقدمة انتشر البيت الذكي البيت الذكي يعني مو بس أنه من أولى ثكن للإنسان لا البيت الذكي بين أنه تطورت الحياة وتطورت الضوء والثالي زالت حاجات الإنسان لهذا المواضيع لعين الأسد نحن عندنا في بغداد لم يحصل أي من خلال هذه العشرين سنين الماضية لم تحصل المفروض تحصل ثورة إسكانية في العراق لأنه موجود حدث مع عشر كما ذكرت تحتاج لعديد من العمارات التكنية وعلى البيوت التكنية والمؤهلة بجميع المرافق الحيوية الصحيحة والتي تأثب طموحات المواطن العراقي المواطن العراقي محبط وليس له أي أمل سنأتي إلى هذا الموضوع كيف يعني يتعامل المواطن العراقي مع مع ذلك هناك تناقض واضح يعني لجنة الخدمات النيابية تقول بأنه لا يوجد على أرض الواقع أثر للمبادرة التي طرحها السوداني وسوداني يقول أن هناك مبادرة إلى أي مدى يؤشر ذلك إلى عدم جدية السلطات والأحزاب لإنهاء هذه الأزمة أنا ذكرت عديدي أنا ذكرت في أنه كل الحكومات المتعاقبة لم يسمع المواطن غير الكلام فقط فهذه هذه الحكومة الحالية والحكومة التي قبلها تمرنا على نفس السياق هذا الموضوع سيد العزيز يحتاج لتخطيط بعيد المدى أنا عندي هذا العدد الهائل من المنسكن فيه الحراق فيه يعني لماذا لا أتطور بشكل يعني قطري وحلقي يعني أوسع من بغداد في مناطق كثيرة حوالين بغداد ممكن الاستفادة منها ممكن تأحيلها ممكن وضع خطط على المدى البعيد هناك الخطة الخمسية والخطة لمدة 25 سنة للأمام والمدة 50 سنة للأمام يعني يجب أن لما يجي تعداد العام بالسكان وزارة التخطيط المفروض وتضع خطط وحلول إلى المواطن المواطن بحاجة إلى حلول أين هالحلول لماذا يعني لماذا يستمون في قطاعات أخرى وهذا قطاع متروب وبعدين هاي الحكومات حسب ما شفنا في بغداد ونالك القطاعات يمتركوها أشخاص معينين نتيجة الفساد ونتيجة سرقة الأموال العام ونتيجة يعني أصليج أو إلى غسيل الأموال بوسط شراءات هذه الإسكانات بأسعار عالية جدا والمواطن المسكين محروم نعم على ذكر المواطن سيد حيدر طبعا هذه الأزمة نعكست بشكل واضح على أسعار العقارات وبالتالي أصبح من الصعب على بسطاء الناس وأصحاب الدغت المحدود وشريحة واسعة من الشعب أو المواطنين شراء عقار خاص بهم شقة أو أرض أو ما إلى ذلك وبالتالي إنعكاس ذلك على المواطنين كيف يمكن للمواطن أن يحتمل كل هذه المعاناة المواطن يعني ما الذي يعمله بيده يعني لما حاولوا وخرجوا إلى مظاهرات بسبيل تعبير عن رأيهم وتعبير عن حقوقهم يعني حاولوا قدر الإمكان بعض الناس وليسا طلعوا وخرجوا إلى الشارع لكن وجهوا بطرف أخرى يعني وجهوا بالتصفية ووجهوا بأمور ثانية يعني هو اللي طالب المواطن كله حياة حرة شريفة أوفر السكن أوفر العمل أوفر البلد الحمد لله مليء بالخيرات مليء بالخيرات وقاعد يطلع إرادات لا بأس بها بالبترول وقاعد توصل إلى البلد أين تذهب هذه الأموال لماذا لم نرى مجمعات سكنية على غرار ما نشاهده في الدول المجاورة مثلا في مصر مصر ظروف أصعب من مصر الشقيق ولكن نجد الكثير من الاهتمام من هذه القطاعات وبناء متجد جديدة وتوسيع حوالين العاصمة ما عادت القاهرة أن هذه الأموال يصبح عاصمة جديدة في مصر لماذا لا يصبح بالعراق على نصف الطراز هذا لماذا لا نجد عاصمة جديدة حوالين بغضاء يعني إذا نجي البناء التحتية تحت الصفر إذا نجي على الكهرباء الكهرباء يعني عجزة وخوت في ميزانية العراق من وراء السرقة قطاع الكهرباء إذا نجي على قطاع الزراعة متخلف قطاع الصماعة متخلف يعني لم نجد شيء في الثلاث عشرين سنة يبعث على التفائل فإذا المواطن المسكين هذا شو يقدر يعني 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 عبارة عن شطة لا يقدر يوفر فلوسك ولا يقدر يبني ولا يقدر يشتري قطاعات أرض يعني القضية يعني مشزنة جدا بالنسبة للعراق بعد كل سواب الإهمار الحكومي والفساد الإداري شكرا لك شكرا لك المهندس المتخصص في العمارة والأثار السيد حيدر الحمداني كنت معنا عبر الخط الهاتفي